نائب رئيس المؤتمر عبدالوهاب الأنسي وفي جلسة اليوم استمع أعضاء المؤتمر إلى شرح من قبل أمين عام الحوار الوطنية دكتور أحمد عوض بن مبارك عن هياكل وتكوينات ومحاور المؤتمر حيث أوضح مجرية الجلسة العامة ومهام رئاسة المؤتمر ولجنة الانضباط والأمان العامة كما استعرض مهام ومسؤوليات الجلسة العامة للمؤتمر وواجبات وحقوق الأعضاء وآليات العمل المحددة في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار وقد بينا بن مبارك الإجراءات الخاصة بتكوين فرق العمل التسع التي ستناقش القضايا الرئيسة للمؤتمر موضحا أن فرق العمل هي المعنية باتخاذ القرار إذا القضايا التي ستناقشها قبل رفعها إلى الجلسة العامة الثانية لمناقشتها لإقرارها أو إبداء الملاحظات عليها ويعادتها إلى فرق العمل لاستيعاب تلك الملاحظات ورفع ما توصلت إليه بصورة نهائية إلى الجلسة العامة الثالثة والختامية وذكر أعضاء مؤتمر الحوار بالفترة المحددة للمؤتمر والتي تصل إلى ستة أشهر تبدأ بانعقاد الجلسة العامة لمدة أسبوعين ويتم خلالها تشكيل فرق العمل ثم تبدأ جلسات فرق العمل ولمدة شهرين على أن تعقد بعدها الجلسة العامة الثانية ولمدة شهر يعقبها إنعقاد جلسات فرق العمل الثانية لمدة شهرين تقدم بعدها تقاريرها للنهائية للجلسة الثالثة الختامية والتي تستمر لمدة شهر وتناول أمين عام الحوار مهامة واختصاصات الأمان العامة وإجراءات الشفافية والعلنية لبث الجلسات العامة لافتا إلى أن تغطية جلسات الفرق لن تكون مباشرة إلا في حالة اتفق المتداولون فيها على بثها وبما يتيح للمتحورين ضمن هذه الفرق إنجاز مهامها بتركيز أكثر بعد ذلك واصل المؤتمرون الاستماع إلى مدخلات عدد من أعضاء المؤتمر ورؤاهم لبناء اليمن الجديد وتأسيس اللابنات القوية للدولة اليمنية الحديثة حيث أكدوا أهمية استشعار جميع المشاركين في المؤتمر عظمة المهام الملقى على عاتقهم لصنع حاضر ومستقبل اليمن الجديد مشددين على أن يجسد الجميع آدابة آدابة وسعة الصدر وأن يغلقوا صفحات الماضي ويبتعدوا عن الضغائن والأحقاد والمكايدات ويتجنبوا توجيه الاتهام أي تأساءات فيما بينهم وأن يحرصوا على كل ما من شأنه تعزيز التقارب والسمو فوق الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن على ما دونها من مصالح ضيقة وفي الجلسة المسائية للمؤتمر أعلن نائب رئيس المؤتمر الحوار الوطني الشامل عبدالوهاب الأنسي إدانة أعضاء وعضوات المؤتمر واستنكارهم الشديد لحادث الاعتداء الإجرامي والكمين الغادر الذي استهدف أحد أعضاء مؤتمر الحوار عن قائمة أنصار الله وهو عبدالواحد بوراس في أثناء مروره ظخرا اليوم في شارع النصر بأمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من مرافقيه وجرح اثنين آخرين وطالب الأنسي الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في القضية وضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد ذلك وصل المؤتمرون استماعهم إلى مداخلات أعضاء المؤتمر حول تطلعاتهم من مؤتمر الحوار والسبول الكفيلة بخروجه بنتائج تلبي طموحات أبناء شعبنا اليمني وتكفل معالجة مختلف القضايا الشائكة على الساحة الوطنية وتؤسس لدولة يمنية حديثة تواكب تطورات العصر وشدد المشاركون على أهمية التعجيل باستكمال قرارات إعادة هيكلة الجيش والأمن وتعين قادة البناطق العسكرية في أقرب وقت وفقا لمعايير الكفاءة وشروط المحددة لشغل المناصب القيادية في القوات المسلحة والأمن وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى لافتين إلى ضرورة الإسراع في معالجة المظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية بما في ذلك معالجة أوضاع الموظفين والعسكريين والأمنيين المبعدين من وظائفهم وكذا سرعة إعادة الأراضي والحقوق المنهوبة إلى أصحابها واستعادة أراضي الدولة التي تم السيطرة عليها بطرق مخالفة للقانون بما يؤكد جدية الدولة في معالجة الأخطاء وجنوان بالقصور التي رافقت الفترة الماضية وفي حين جدد المتحدثون إدانتهم للحادث الإجرامي الغادر والجبان الذي استهدف أحد أعضاء مؤتمر الحوار ظهر اليوم بأمانة العاصمة حذروا في ذات الوقت من مغبة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف تعكير صفو أجواء الحوار ومحاولة التأثير سلبا على مؤتمر الحوار الوطني وإعاقته من الوصول إلى مخرجات تؤسس لانطلاق الدولة المدنية الحديثة ترجمة نانسي قنقر